معظم الفضائع اللي اتهمت فيها إسرائيل حماس ب7 أكتوبر واللي طلعت كذب رجعت إسرائيل ارتكبتها هي ضد الفلسطينيين كأنه الاتهامات لحماس كانت اعترافات مبكرة باللي رح ترتكبه إسرائيل من دون أي تضيق انتشرت كذبة انه حماس قطعت راس 40 طفل ب7 أكتوبر بكيبوتس كفر غزة اعترف بعدين البيت الأبيض ومكتب نتانياهو انه مافي بالفعل دلائل أو صور بتثبت هاي الجريمة بالواقع في دلائل أو صور بتثبت انه إسرائيل ارتكبت هاي الجريمة بمجدرة الخيام برفح الأحد حمل أب جسة ابنه الطفل جسة بدون راس دعا متطوع بمنظمة زاكا انه شايف بعد 7 أكتوبر جنين طلعته حماس من بطن أمه وقتلته تضح بعدين ان القصة كذب طلبت المنظمة من المتطوع ما بقى يحكيها بالواقع إسرائيل قتلت أجنة قصفت مركز البسمة الطب للإخصاب وقتلت بضربة واحدة أكتر من 4000 جنين فلسطينة كمان حاصرت أطفال خدش بمستشفى الشفاء وكمال عدوان ومجمع ناصر وقتلت أكتر من 20 طفل منهم اعترف متطوعين بزاكا انه قدموا روايات كذبة عن الاعتداء الجنسي بكيبوتس بإيري كمان ادعى مسعف نفس الكذبة تراجع بعدين عن روايته ونفت عائلتين تقارير إعلامية دعت تعرض ثلاثة من بناتهم للاعتداء الجنسي ب7 أكتوبر بالواقع أكد تحقيق للأمم المتحدة تعرض الفلسطينيات للاختصاب والاعتداء والتحرش بالسجون الإسرائيلية شاركت كتير نساء من غزة شهادات عن تعرضهم للمدايقات من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحام البيوت نشر الجنود كمان بنفسهم دلائل لتحقيرهم للنساء الفلسطينيات بفيديوهات بيتباهوا فيها بسرقة ملابس النساء الداخلية من أسبوع اخترع بايدن قصة عن حرق عناصر من حماس لبنت وإمه ب7 أكتوبر هن وعايشين طبعا بدون أي دليل بالواقع حرقت إسرائيل الأحد عشرات المدنيين بسبع صواريخ وزن كل واحد منهم 2000 رطر بمنطقة دعت النائمة يا بابا المراكس المراكس يا بابا يا ربا المراكس